أبو محمد يسعى المسعى الخفيف هل هو محدد بزمن معين أو بأوقات معين أو بـ 24 ساعة وماذا لو الإنسان تتجاوز اليوم الليلة مثلا ولم يمسح إلا مثلا مرة واحدة قبيل انتهاء هذا اليوم أو أنه مسح أكثر من مرة في صلاة وسنة راتبة ثم صلاة ثم سنة أخرى نعم المسعى الصحيح لا يرتبط بالـ 24 ساعة ضرورة وإن كان الغالب طبعا هو 24 ساعة الغالب ولا يرتبط أيضا بمواقية الصلاة وإنما هي فتحة 24 ساعة نعم يزيد ولا ينقصها نعم يزيد ولا ينقص نعم حسن نعم قد يزيد أحيانا يبدأ بها من المسح بعد الحدث افترضنا التوضى لصلاة الفجر ما كان لابس للجوربين توضى وغسل جليه ولابس للجورب ثم جاء بعد الفجر وأراد يصلي الضحى الساعة التاسعة فتوضى ومسح الآن من الساعة التاسعة بدأ المسح وليس من صلاة الفجر فلاحظ أنه قد استفاد فرض إضافه وصلاة الفجر يعني سيمسح إلى مثلها من الغد إلى الساعة التاسعة من الغد نعم فمعناه صار عندها دخلت معه صلاة الفجر وأحيانا تكون ما فيها الضحى فيها الظهر نعم فيكون ست صلوات نعم فيكون ما مسح إلا بعد دخول وقت الظهر نعم فيمسح من الظهر إلى الظهر مرة أخرى ولكنه لبس الجورب من الفجر فمعناه دخل وقت الفجر وهو مستخدم الجورب نعم فصارت ست صلوات فليست الصلوات هي المقصودة فإذن القاعدة مريحة أنك تبدأ يبدأ مسحك من يبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث نعم سواء حدث بالنوم إلا حدث بالريح أو بالغاة أو بينه من أنواع الأحداث ثم مسحت بدأ المسح لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم ويمسح المسابر قال يوم وليلة وثلاثة أيام بليالية فلانهي أيضا 24 ساعة من حين مسح بعد الحدث طبعا الأقوال ثلاثة من حين اللبس لأنه بدأ بالاستمتاع بهذا الجورب وهذا قول ضعيف ومهجور الثاني من الحدث حتى لو تأخر المسح الثالث من المسح بعد الحدث نعم وهذا والراجع عليه فتهم مشايخنا كالشيخ بن بازو بن العثمين وغيرهم أنه من المسح بعد الحدث ترجمة نانسي قنقر